موسيقى هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمتثقة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت تستمر الشركات الكويتية في عقد جمعيتها العمومية ونستهلها بعمومية أجيلتي التي أقرت توزيع 15 فلس نقدي و15% أسهم أرباحا على المساهمين لعام 2018 وسرح طارق السلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن تواجد أجيلتي في الأسواق الناشئة يمكنها من الاستمرار في تحقيق نمو على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم أعتقد الأداء كان مميز في زيادة في طبعا الإرادات تقريبا 10% في زيادة بالأرباح في زيادة بالإبداة وأيضا أعتقد طبعا بالوضع الأقليمي حاليا نسبة النمو عالميا بدأ يقل بس تركيزنا على الدول الناشئة والأسواق الناشئة يعطينا نوع من الميزة ويعطينا الفرصة أن نحقق الزيادات التشغيلية من عملياتنا التشغيلية أعتقد السياسة هذه ثابتة ونستمر في تركيز على الدول الناشئة والاستثمارات في التقنيات الجديدة التي ستساهم في تغيير نمط الشركة المستقبل جيلتي كان أيضا لها تصريحات عن استثمار في مصر في منطقة قناة السويس فما هو الجديد؟ طبعا أحنا داشين في عندنا شراكة مع حيات قناة السويس في بعض الدراسات بدأت الدراسات الأميقة المطلوبة لقبل الاستثمارات وعلى مستوى فيزبيلتي ستاليز معينة متى ما وصلنا إلى قناة أن هذه الدراسات رح تكون مجدية أعتقد الطرفين رح يدخلون في شراكة مع بعض للاستثمار في هالفرص حديثة نتحدث عن التواصلات قناة السويس والمدينة اللوجستية هناك ونتحدث أيضا في الكويت على بطريق الحرير وميناء مبارك ألا يوجد تضارب؟ هل ممكن يكون في نوع من الكمبيتشن ما بين هؤلاء الموانئ الجديدة وحتى في أبو زابي هل هم مكملين لبعض أم سيكون هناك الكثير من الكمبيتشن؟ طبعا كل الدول هذه منافسين لبعض وأيضا يكملهم بعض فطبعا هناك كويتيين نطمح أن نطور البيئة الاقتصادية وبيئة التشريعية بحيث تكون جاذبة للمستثمرين أجانب واضح حاليا أن قدرتنا على استخدام المستثمرين الأجانب والأف دي آي نوعا ما متواضح وأعتقد محتاجين التغييرات الجذرية في بيئة العمال وإن شاء الله مشروع الشمال متى ما أنجز أعتقد رح يعطينا هالقيمة المضافة وهالبيئة اللي رح تجب المستثمرين ولا تنسين أننا حاليا حسب توقعات حكومة الكويت أننا خلق 14 شهر الاحتياطي استراتيجي رح يكون الوصل لصفر فمعناته أننا أمامنا تغييرات جذرية في تركيبة الإقصاد الكويتي وأيضا البيئة التشريعية بحيث نستقطب ونستثمر الأجانب ونستقدمهم الكويت لأن النفط طبعا حميتها بدأ أيضا يقل وما أصبح عندنا القدرة أن نركز على اقتصاد نفطي لازم ننوع مصادر دخلنا ولازم أيضا نعالج المشاكل المالية اللي موجودة بالدولة عمومية المركز المالي وفقت على تعديل مقترح مجلس الإدارة وتوزيع 5 فلس أرباحا عودا عن 4 فلس المقترحة وسرح رئيس مجلس إدارة المركز المالي السيد درار الغانم أن الشركة تأثرت بانخفاض قيم العقارات في دول الخليج إلا أنه يرى أن هذا الانخفاض يمثل مرحلة مؤقتة طبعا المرآة للاقتصاد المنطق والاقتصاد العامع زائد على ذلك طبعا السياسة التحفظية للمركز نكون في تاريخه دائما أن نكون حضرين في أقرار النتائج وتقييم أداء استثماراتنا عامة والسنة هذه طبعا فرقت عن السنة التي فاتت لأسباب واضحة ومكتوبة بالتقرير يعني بالأخص السوق العقاري في مجلس التعاون في حالات طبعا شاف الخفاضات جسيمة لكن الميزة اللي نراها الميزة دينا أن اللي عندنا منع عقارات عقارات جيدة في موقع جيد وكلها تدر العوائد ومعليها التزامات فهذا اللي أهم شيء بالنسبة لنا ونرى طبعا نرى أن الخفاض هذا الخفاض مؤقت لأن أكيد الاقتصاد الخليجي سأتقلب على هذه الخفاض عمومية بنك بورغان وافقت على توزيع 12 فلس نقدي و5% أسهم منها أرباحا على المساهمين لعام 2018 وقال ماجد العجيل رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك الخارجية دعمت نمو الربحية وأن سياسة البنك التحوطية نجحت في امتصاص الزبزبات العملات في بعض الأسواق الخارجية الحمد لله 2018 كانت قفزة نوعية وكانت سنة مميزة بالنسبة لبنك بورغان الأرباح ارتفعت بنسبة 26% تقريبا من أكثر البنوك لم يكن أكثر بنك بالنسبة لزيادة الأرباح يعني الحقيقة احنا كان سنة جيدة بالنسبة لنا سواء بالنسبة للكويت أو بالنسبة للبنوك الخارجية التي نملكها فالحمد لله كانت الأعمال جيدة في هذه المناطق في 2018 ست شركات تأمين مهددة بالتصفية هنا في الكويت بسبب عدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها قضية وضعت قطاع التأمين تحت المجهر مرة أخرى وأبرزت التحديات التي واجهها القطاع في ظل غياب جهة رقبية متخصصة كما هو معمول به في كل العالم يشهد قطاع التأمين في الكويت منذ سنوات تحديات كثيرة أثرت على أداء هذا القطاع الحيوي الذي يشكو دائما من الإهمال في ظل عدم وجود قوانين ملائمة منظمة وغياب جهة رقابية متخصصة مما أدى إلى حرق الأسعار ومنافسة الشرسة بين الشركات ويعمل في الكويت 36 شركة تأمين مقارنة ب32 شركة في المملكة العربية السعودية مع فارق حجم السوق ويبلغ حجم سوق التأمين في الكويت نحو 400 مليون دينار وهناك أحاديث متداولة حاليا أن هناك ست شركات تأمين مهدتة بالتصفية لعدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها ويتم حاليا في مجلس الأمة دراسة قانون لتنظيم قطاع التأمين حيث أن القانون الحالي صدر في ستي نت كما أن قانون وزارة التجارة لا يسمح لها بفضل المنازعات أو تنظيم العمل بالصورة المطلوبة ويسعى القائمون على هذا القطاع إلى الإسراع في إصدار القانون الجديد الذي يعتبر حماية لهم من مخاطر الفوضة الحالية مع كل أسف أقول أن قطاع التأمين ما زال قطاع ضعيف يحتاج إلى عادة هيكلة يحتاج إلى اهتمام من مسؤولي الحكومات المعنية بهذا القطاع من مراقب التأمين محتاجين تطوير قوانين محتاجين بيئة تشريعية أفضل لزيادة التأمين العلزامي وزيادة الوعي التأميني للآخرين نحن نعمل بالكويت ضمن الاتحاد الكويتي للتأمين ونحاول أن يمر قانون التأمين الجديد ضمن التشريعات البرلمانية والحكومة نعمل أيضا أن تطور إداء الشركات أن فيها كثير من المنافسة القير فنية التي قد تنتهي بخسائر على المتعاملين أو على حملة الوثائق أو حتى على المساهمين للشركات هذا القانون الجديد يحتوي على جزعية الوحدة الوحدة التي تعتبر هي مثل هيئة القانون يدعو إلى إنشاء هيئة وسميت في القانون الجديد وحدة فبالتالي أتمنى إن شاء الله أن يرى القانون النور قريبا خاصة الآن حسب ما نسمع في الميديا أن هناك توافق ما بين مجلس الأمة ووزير التجارة والحكومة على إنشاء هذا القانون بما يحمل هذا المضمون وإذا صار في وجود عندنا إن شاء الله هذا القانون وتفعيلة وجود الهيئة أو الوحدة هذه أي أن كانت نوحة أنا لا أعلم ما هيتها رح يرى السوق خلال السنوات القادمة على الأقل خلال السنوات القادمة تحس إيجابي وملحوظ بنود كثيرة في القانون تعطي مراقب التأمين الغدرة على اتخاذ إجراءات في حال اكتشاف أي ضعف في الملاء المالية لهذه الشركات لأن اليوم في هذه الأثناء الربع هذا ننتهي الربع الأول والربع الأخي نسمع أن هناك شركات سوف تتصفى أو يطلب تصفيتها لعدم أداءها التزاماتها وهذه التزامات متمثلة بشقين الشق الأول هو شق الاستردادات هي علاقتها الريكوفري ما بين شركات التأمين أنفسها فهناك شركات لا تؤدي ما يستحق عليها لشركات الأخرى وهنا نشأت عندنا أزمة استرداد وهذه الأزمة لا تستطيع القوانين الحالية أن تفصل فيما بينها كثير من الشركات لجأت إلى وزارة التجارة والصناعة تطب منها التدخل في إجبار الشركات أن تدفع للشركات التي تستحق لها هذه الأموال عن طريق الاستردادات أن تدفع لها ولكن الوزارة لا تستطيع أن تعمل لعدم وجود أداء قانونية بعد الفاصل نستحبكم في جولة إلى معرض اليخود في نسخة عام 2019 كونوا معنا البحر يظل دائما جزءا من ثقافة أهل الكويت ولذلك فإن معرض اليخود دائما يجتزب الجميع سواء من كان يمتلك الملايين لشراء يخت فاكر أو من لديه الشغف بالتعرف على ما هو جديد في عالم القوارب واليخود عام بعد عام ومعرض بعد آخر يكبر ويتسع ويتطور معرض الكويت الدولي لليخود وقوارب النزهة الرياضة البحرية الأكثر شغفا والأوسع إقبالا في الكويت والمعرض ليس منصة للتسويق والبيع وحسب بل هو فرصة للتعرف على الجديد والحديث الإبداع والابتكار في عالم التراريد الصغيرة أو اليخود الكبيرة وفي كل ما يتعلق بهذه الصناعة نحن عندنا الماكينة لديدة آخر ما سوت سيزوكي 350 هذه ماكينة 6 سلندر 4400 سيسي نبدأ بالنوتي بوي هي بلاتفورم تلحط على البحر عندنا هنا طواد الاسترالي كونتكس والله 2019 في المعرض نحن عرضين مجموعة يخوت منها الآزموت 50 فلاي بريج 66 فلاي بريج 72 فلاي بريج وعندنا السبن أول مرة يعرض في المعرض وعندنا السبع وسبعين ومن ضمنها عندنا قراندي من الكبار مجموعة من اليخوت الجديدة مجموعة من القوارب الجديدة اللي نشارك فيها لأول مرة شاركنا فيها في معرض دبي ونشارك فيها في معرض الكويت وخاصة عندنا البراند الجديد اللي هو نومات اللي نحضر بهنا بقوة في الكويت الإقبال على فعالية اليخوت السنوية ينعكس في زيادة أعداد العارضين وفي تنوع المعرضات وتمثل أيضا في حضور رسمي رفيع للتعبير عن دعم ثقافة متوارثة لمجتمع نشأ وتطور على ساحل البحر سنة بعد سنة ولله الحمد نشهد بأن هذا القطاع ينمو نمو كبير وهناك مشاركات دولية أذكر العام الماضي المشاركة كانت أوسع من السنة التي قبلها والآن حسب الجولة التي تفقتها واضح بأن هناك مشاركات دولية في معرض اليخوت قطاع الصناعة البحرية في الكويت قطاع نشط من عمره لو أنما كثير من الإصلاحات تمت على هذا القطاع طورت من أعماله فمثل ما أنتم مشاهدين الحمد لله بأن سبع سنوات الآن والمعرض من سنة إلى سنة من أحسن إلى أحسن وفي نسخة 2019 يرفع المعرض أكثر من شعار للصناعة بالنسبة للقوارب أو المحركات فهي قوة أكبر وهي توازن أكثر وهي ألومنيوم وفيبر وهي كهربائية وهي أيضا شمسية نحن نقدم لأول مرة يخت يعمل بالطاقة الشمسية في هذا المعرض وهذا شيء جديد في عالم اليخوت لكن نحن نأمل إن شاء الله في المستقبل أن يكون عندنا يخت يعمل كل هايبريد لأن أصبحنا متحكمين ومسيطرين ونعرف أسرار هذه الصناعة بحيث يتيح لنا أن نبتكر ونقدم وليس نقلد كما كان في السابق فيها مواصفات يمكن لأول مرة تطرح في مكينة محركات خارجية واللي هي الضروانات دول بروب عليها هذه طبعا هذا بيمنح كنترول على موضوع السيرينغ للمكينة وليه اندفاع الطراد بطريقة مثالية نحن هني هسنا مثلا عندنا أغلب اليخوت الموجودة السوبر ستركتشر اللي هي فوق سطح القارب اللي هو نصر القارب تغريبا من فوق كاربون فايبر فل كاربون فايبر فطبعا هذا تكنولوجيا ما تعتبر جديدة في قطاعات صغيرة في اليخوت ولكن تعتبر جديدة في هذا الحجم لا يقف الاهتمام بفعالية اليخوت السنوية بالجديد والأسعار وحسب فركوب القارب أو التنزه على متن يخت يشمل طيفا واسعا فيه عشرات المكونات والأعمال صاحب اليخت يختار القطنة اللي يبغي يختار اللون اللي يبغي الخامة اللي يبغي وبنان عليه نحن نعمل الأدقم هالي اللي ميزنا نحن نطال عمرك ان الشخص ممكن يختار الفابرك اللي يبغي عندنا سيلكشن من أربعمية ثرت كاونت الى ألف ومئتين اللون اللي يبغي الدزاين اللي يبغي ياخذ لتقريبا ستة أسابيه ونحن نوفر القطن اللي هو القطن المصري عالي الجودة فليميزنا القطن اللي موجود والدزاين اللي شخص يحبه نعرض مجالا واسعا من المعدات البحرية نفت محركات أوكسيز وهي بقوة 200 حصان وتعمل بالديزل وهي مناسبة لاستخدامات عقول النفط البحرية والأغراض العسكرية وهي رخيصة التكلفة ولدينا أيضا محركات دفع كهربائية صديقة للبيئة تصلح لتسيير القوارب الصغيرة والمتوسطة ولا بد للهواية من تسعير والأسعار تبدأ من 500 دينار ثمنا لطوف صغير وتتدرج صعودا إلى 5000 ثمن طرات ثم تصعد إلى أرقام تضاف بعض الأصفار الستة في عالم اليخوت الفاخرة وقد تتأثر المبيعات صعودا أو غبوطا وفق الحالة الاقتصادية لكن الشغف عادة يتغلب على الغلاء ونزهة بالبحر قد تشفي من هموم الرقود أو قلة المدخول منطقة الخليج أحد عاداتها البحر فالناس دائما ملاذهم يكون البحر فبالتالي هذا شيء عشق بالنسبة لهم لها سبب ما نشوف فيه دروب ما نشوف فيه دروب قوي في السوق حتى في حالات الانكماش أنت تحتاج للترويح عن النفس وتخلص من القلق للانكماش أحسن طريقة للترويح عن النفس والتخلص من القلق هو ركوب البحر ونحن نقدم هذا ركوب البحر والمتعب البحر شو تعمل في حالة الانكماش وحالة الكساد أنك تتمتع بالأموال اللي عندك وتتمتع بما عندك بأنك تركب البحر يواجه شارع الصحافة في الكويت تحديات كثيرة في ظل تراجع المدخيل من الإعلانات وأيضا في ظل المنافسة الشرسة من السوشل ميديا والمواقع الإخبارية في صناعة الخبر والكويت لا تاريخ طويل في الصحافة فهي أول من أصدر في الخليج مجلة مجلة الكويت وهي من أصدرت مجلة العربي منارة عربية ثقافية مرّت الصحافة الكويتية بعدة مراحل في تاريخها الممتد منذ إصدار مجلة الكويت في عام 1928 أول مجلة في الخليج ثم إصدار مجلة العربي عام 1958 وكانت صحيفة الرأي العام أول صحيفة يومية تصدل في الكويت عام 1961 وجهدت فترة طفرة البورسة الكويتية قبل الأزمة الاقتصادية عام 2008 إصدار عشرات من الترخيص حتى وصل عدد الصحف إلى نحو 20 صحيفة يومية في ناس بيأخذها كوجهة يعني مثلا بعض المسؤولين في هذه الصحف هي بالنسبة لهم وجهة مهنة وجاهية يقولوا أنه هذا صاحب رأي هذا التوجه وكذا كذا ويأخذها كسلم لشيء آخر وليتوجه آخر أما المنصب وأما لنفوذ وأما لثروة وأما لاستفادة أما لتمصلح أو لتمصلح ولم تدم هذه المرحلة كثيرا وعادت الأمور مرة أخرى إلى نصابها فاليوم تصدر في الكويت خمس صحف يومية إلا أن هذه الصحف تواجه تحديا جديدا مع انحصار عدد القراءة ولا يتجاوز توزيع أي صحيفة 20 ألف نسخة يوميا وأصبحت المواقع والتطبيقات على النات هي مصدر الأخبار السريع والسهم بشكل 90% على السوشيل ميديا وبشكل بسيط على الجرائد إن انتشار السوشيل ميديا وتنوعها وسهولة الوصول للأخبار فيها مختلف الأخبار يعني بيغنيك عن وجود الجريدة الجريدة بيظل مصدر معين يعني بيظل لها identity معين بالسوشيل ميديا بتقدر تصل لمختلف أنواع الأخبار من مختلف الويب سايتات يعني مختلف وجهات النظر بطريقة أسهل في بعض الأخبار هنقول المباشرة أو الأخبار هنقول الفرش اللي توها طلعت توصل المجتمع عن السوشيل ميديا أسرع من الجرائد الجرائد ممكن تتأخر يوم أو يومين بس عن طريق السوشيل ميديا توصل أسرع يوميا أو نفس اليوم تقريبا توصل وغطت المواقع الإخبارية على مهنة الصحافة وتغيرت ثقافة المهنة ولم يعد الصحفي هو مصدر الخبر الآن الصحفي الحالي ما استطاع يواكب الثورة التقنية اللي موجودة بالأول ما فيها الثورة اللي شاسمه ولذلك العالم كله تعرف مصطفى أمين عليمين هيك هالمجاميع والأسماء الحلوة اللي شاسمه إنما الآن يعني الصحفي الموجودين أو أغلبهم تلاقي ما استطاع يواكب ما عليه الصحافة من تقنية عالية الآن زي ما قلت أنت تفتح جوجل تلاقي أسم أمه أخته وخالته تلاقيها بالجوجل حضرتك ما كنت مشترك بجريدة أبل كنت مشترك بجرائد أبل بس حالياً ما أنا مشترك أنا لا بس والدي مشترك بجريدة بشكل دائم وأنا أحياناً يعني بشكل متقطع يعني لا أنا بطالع الجرائد المتحائلة يومياً لو كلمنا على نجيل الثاني أولاد حضرتك هل بيستفقوا المعلومات من الجريدة أو من السوشال ميديا؟ من السوشال ميديا للأسف هذا واقع وتحاول الصحف مواجهة التحديات من خلال التوجه إلى الأونلاين تدريجياً وتقليص كلفتها فتم تسريح عشرات من الصحفيين وتوقف إصدار يوم السبت وتم تصغير حجم الجريدة وأعداد صفحاتها على فكرة ترغى كل هذا في الصحف السعودية في الصحف المصرية في الصحف الخليج نفس الشيء في صحف كانت في سعودية وفي دولة الإمارات قالوا يصدروا بتسعين صفحة تمانين صفحة اليوم ثلاثين خمسة عشرين أربع عشرين تنين وثلاثين ومع تطور التكنولوجيا وهيمنة المواقع وتحول مزاج القارئ يبقى السؤال هل ستستطيع الصحف السمود أم إنها ستتلاشى وتصبح تاريخاً نتذكره ونتنظر عليه والله ممكن إذا ما شاء الله احنا في عالم تطورة الحين والسوشال ميديا تطور بعد تطور ممكن المستقبل ما نحتاج للأخبار الورقية أتوقع تختفي نهائياً والله أظن ستختفي بس بوجود يعني الدعم لبعض الجرائد أو يعني حد ظل موجودة يمكن لفترة أطول وخصوصي بالبلادنا العربية تعتقد أن في يوم من الأيام هتختفي القريضة الورقية من حياتنا؟ أتمنى لا أتمنى لا مؤشرات؟ تقل لكن لا تموت وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت نراكم الأسبوع القادم في حلقتين جديدة بإذن الله هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمدثقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر